بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم أمين يا رب العالمين أهلا وسهلا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي قناتنا قناة أونو مشاهدي القناة الأولى المصرية مشاهدي الفضائية المصرية وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بحضرتكم في اليوم المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضرتكم اللي بنتشرف باستقبلها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة ده اسم صفحتنا اللي بنتستقبل عليها الأسئلة والرد بيكون من خلال الشاشة في اليوم المخصص للرد على الأسئلة سريعا نذكر حضرتكم بموعيد اللقاء وأيام اللقاء احنا بنلتقي بحضرتكم من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية من السبت للتلات بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم وبنكون كمان مع حضرتكم على الهواء ناخد الأسئلة على الهواء مباشرة قدر الطاقة بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة ويوم الأربع هو المخصص لرد على أسئلة حضرتكم وعرض كمان فقرتنا المباركة فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل ونبتدي مع حضرتكم أول سؤال معنا النهاردة سائلة كريمة بتقول كنت عايزة أسأل حضرتك هو إيه حكمة ربنا إنه يرسل نبي زي سيدنا موسى عليه السلام لبني إسرائيل وهو أعلم بيهم من سيدنا موسى في كسرة مجادلاتهم له وإنهم قوم ما لهمش عهد وإنهم مفسدين في الأرض زي مثلا كمان قوم زي قوم سيدنا لوط خصف بيهم وبدارهم الأرض يعني بقدرة ربنا كان يقدر زي ما عمل مع قوم سيدنا لوط كده يعمل كده مع بني إسرائيل إيه حكمته إنهم يفضلوا من أيام سيدنا موسى يفسدوا في الأرض اليوم من هذا وإلى متى وشكرا لك للسائلة الكريمة تفصيل المسألة دي اللي حضرتك بتتكلمي عنها أو تفصيل هذا الموضوع هيكون في الحقيقة من خلال عرض نقاط يعني سريعة كأسس ودعائم لازم تكون عندي بالذات أول ما بتدي أفكر أقول طب إيه الحكمة طب ليه وعشان إيه أول نقطة معنا أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله خبير جل جلاله باختياره سبحانه وتعالى فهو عز وجل لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون حتى مع عدم إدركنا للحكمة في بعض الأمور فإن هذا لا ينفي عنها الحكمة يعني مش أنا مش عارف الحكمة أو غابت عني الحكمة يبقى أنه ما فيش حكمة لا في حكمة حتى وإن غابت علي حاجة تانية أن البشرية في حاجة إلى الرسل والرسالات ليه؟ لأن العقل البشري وحده لا يكفي للإنسان عشان يقدر يفرق بين الخير وبين الشر ومن هنا كانت الرسالة رحمة بالإنسان وتكملة لنقصه وتقوية لضعفه البشري وهؤلاء الرسل المختارون لهداية الخلق هم الصفوة الممتازة من عباده سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير المسألة الثالثة اقتضت حكمة الباري سبحانه وتعالى إنه يبعث إلى الخلائق الأنبياء الكرام والرسل الأخيار من أجل قطع أعذرهم يعني وإقامة الحج عليهم يعني شو ما يجوش يوم القيامة يقولوا أنت حسبتنا يا رب من قبل ما تبعت لنا رسول وتنبهنا أو حسبتنا من غير ما تنبهنا لأن مقتضى العدل الإله يقتضي هذا إنه يرسل رسل يعلموهم ويوجهوهم وينبهوهم ويمديهم حرية الاختيار يقدر يعمل الخير ويقدر يعمل الشر وهو باب يختار حسب ما بيوازن ويفكر ويعمل العقل فربنا أرد إقامة الحجة على الخلق وهذا مقتدى العدل الإلهي كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وربنا سبحانه وتعالى كذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله يعني كان لازم الرسل والرسالات لتنبيه الخلق وتعرفهم طريق الحق والرشاد من الغي والضلال عشان ما يجيش يوم القيامة يقوله يا رب عقبتني دون أن توضح وتبين لي الطريق فأنا مشيت مع هوايا لا دمديله وعوامل كثيرة تعينه على الهداية لو أصرت نفسه على الضلال بقى يبقى هو نفسه اللي قادته ظلام نفسه وسود كذلك طريق التفكير لأن ربنا إدانا عقل وإدانا آيات كونية وأرسل رسل ورسالات عشان كل الأدوات بيها الإنسان يهتدي ويهتدي بمنتهى السلاسة إذا كانت لديه نفس عاقلة تريد أن تصل إلى الحق تصل إلى أنه لا إله إلا الله وقد كان من أهم مهام هؤلاء الرسل الكرام اللي ربنا بيبعثهم للأقوام إنه يغير مفاهيم الأمم الباطلة وكذلك العقائد الفاسدة اللي نشأوا عليها وتربوا فيها يعني نشأ عليها الأقوام اللي أرسل أو اللي أرسلوا إليهم الرسل الكرام فدي برضو كانت من ضمن يعني وظائف الرسل الكرام التنبيه إلى الحق وتصحيح المسارات الخاطئة كذلك من المسائل المهمة اللي لازم نذكرها وإحنا بنرد على سؤال حضرتك إن ما استقر في علم الله تعالى من إيمان من آمن وكفر من كفر لا يؤثر أيضاً في ضرورة حصول الرسالة والبلاغ لابد من الإيصال لابد من الإبلاغ عن الله وده عشان تكون المحاسبة والجزاء بعد ذلك إن أنت تنبهت إن أنت جاءك رسول يقول لك هذا طريق الحق وهذا طريق الضلال اتبع هذا وترك هذا وإن أنت اللي أصريت أو أنت كنت من الطائعين فيثاب على طاعته أو أنت كنت من أهل الضلال فيعاقب على ضلاله يبقى الأمور كلها على بينة ودم من مقتضى العدل الإلهي بالإلهي يا صاحبة السؤال بالنسبة للسؤال الثاني اللي معانا النهاردة أخت فاضل أو أخفاض أخت فاضلة معزاة بتقول طلعت معاش وعاوز أشتري شهادات من البنك بتعطي مبلغ شهري أستكمل بي المعاش عشان أقدر أستطيع أو أواجه متطلبات المعيشة هل ده حلال ولا حرام اللي عليه الفتوى في بلدنا الغالية الحبيبة مصر إن التعامل مع البنوك سواء يعني تعامل المواطنين مع البنوك سواء بالإيداع أو عن طريق دفاتر التوفير أو عن طريق شهادات إن أنا أشتري شهادات استثمار ونحوها بيعد من باب عقود التمويل والاستثمار المستحدثة لا القروض اللي هي بتجر النفع المحرم وما فيش يعني السؤال الشهادات دي كمان ملهاش علاقة خالص بالربع وكذلك الشهادات وأربحها ليست حراما ده علاقة تعاون ما بين المواطن والدولة من خلال المؤسسة البنكية فهو بيروح يودع أو يستودعهم المال بتاعه ويستثمروا هذا المال يعود بالنفع عليه ويعود بالنفع على الوطن كذلك فليس فيها ربا مطلقا أختنا الفاضلة فيجوز إن إحنا نعملها ويجوز أخذها والانتفاع بيها شرعا ولا علاقة لها ده يعني كل أو هذه الصور لا علاقة لها بي الربا المحرم وقلنا قبل كده إن البنوك هي عبارة عن مؤسسات اعتبارية تخضع لإشراف الدولة مباشرة مش ملك أفراد هيئات ملك الدول وبتخضع لإشراف الدولة وده شيء مهم بتخضع له من خلال البنك المركزي اللي بيضمن أموال الموضعين وبرضو أكدنا على إنه كل ده أكدوا قانون البنوك رقم 8 80 لسنة 2003 والليحة التنفيذية بتاعته اللي الصادرة سنة 2004 يا صاحبة السؤال فعملي شهدات الاستثمار وخدي الربح بتاعتها وضمي للمعاش بتاعت وربنا يبارك معنا سؤال برضو أخ فاضل بيقول ما صحة حديث صلاة 6 ركعات ليلة الخميس يقرأ في كل ركع آية الكرسي والكافرون والصمى الحقيقة أخي الفاضل يعني لا أعلم حديثا ورد في هذا الشأن إنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم ما روي عنه وما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صل بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة سنتي عشرة سنة والحديث ده احنا قبل كده شرحناه وقلنا إن فيه ضعف لكن دايما قلنا الحديث ده أخرجه الترمذي وابن ماجا في السنن وابن خزيمة فيه صحيحة وقلنا إنه نبه العلماء على ضعف هذا الحديث لكن برغم من ذلك ما فيش مانع من إحنا نعمل به في فضائل الأعمال بشروط وهي إنه درجة الضعف ما تكونش جديدة أوي وإنه ينبه على ضعف الحديث وإنه يندرك تحت أصل عام في الشرح بناء على كده العلماء يعني برغم اللي إحنا قلنا لكن إن العلماء متفقون على استحباب التنفل مطلقا بين العشائين اللي هما بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء لإنه وارد من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تنفله إنه يتطوع بالصلمة بين المغرب للعشاء ده لما ورد من حديث حديثة ابن اليمان رضي الله عنه وفيه بيقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حزيفة بيقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب صلى ولما خلص النبي بيقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء يعني بعد ما صلوا المغرب جماعة النبي بعد يصلي يتنفل يتطوع بالصلاة لغاية ما جهوة العشاء وده رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنة ورد كمان عن بعض أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أتيت فيها أي في هذه الساعة اللي هي ما بين المغرب والعشاء إلا وجدته يصلي ما بين المغرب والعشاء وكان يقول هي ساعة غفلة يعني يغفل فيها الناس عن الذكر وجاء التنبيه إلى ذلك وبردو رؤي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن الصلاة في هذا الوقت قال إن دي صلاة الأوابين اللي هي من بعد المغرب من بين وقت من بعد المغرب إلى وقت العشاء فيمكن حضرتك أنك تتنفل في هذا الوقت المبارك لأنه وقت غفلة وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التنفل المطلق مش المحدد بعدد ركعات معينة يا صاحب السؤال هنطلع الفاصل إن شاء الله وبعد الفاصل نستكمل الرد على أسئلة حضرتكم بإذن الله اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلادنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين آمين أهلا وسهلا بحضراتكم ما زلنا في شريف رد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبلها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة ومعنا سؤال بيسألوا نسأل عن الميراث هل يجوز للمحامي أنه يفرض على الورطة أنه ياخد نسبة من الورث يعني لما يعني يتفقوا على كده ليس أتعاب يعني أنه ياخد نسبة من الورث ليس أتعاب ولكن نسبة هل هي حرام أم حلال وشكرا على البرنامج الرائع ونحن من متابعينك ألف شكر وربنا إن شاء الله يتقبل منا ومنكم الأصل في أعمال المحامة إنها من الوكالة الوكالة عن الغير بأجر يبقى هي الأصل في المحامة إنها من أعمال الوكالة عن الغير بأجر ولابد أن يكون الأجر ده معلوم ومتفق عند الاتفاق وبيبذل طبعا المحامي اللي إحنا موكلينه ده ما في وسع في عمله والإتيان للناس بالحقوق بتاعتهم طبعا بالوسائل المتاحة المشروعة بالنسبة لحكاية النسبة لا مانع من جعل أتعاب المحامة بنسبة في المسألة التي يعمل فيها كما في الصورة المسؤولة عنها اللي حضرتك أو اللي حضراتكم بتسألوا عنها ولابد من عمل عقد يفيد هذا المعنى عشان ما تختلفوش وفي الحالة دي يكون العقد شريعة المتعاقدين ويجب على الجميع ساعتها الوفاء بالعقد اللي تم الاتفاق عليه كما علمنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد لكن ننبه إلى أمر مهم جدا وهو ضرورة موافقة جميع الورثة على هذا الأمر عشان يكون الأمر ده جائس شرعا إن المحامي عاوز ياخد نسبة وإحنا هنتفق النسبة دي مثلا 5% 6% 7% 10% اللي انتوا هتتفقوا عليه ولازم كل الأطراف تكون موافقة ونعقد أو نبر معاقدا يكون فيه أو تكون تثبت فيه هذه النسبة عشان ما يكونش فيه اختلاف عند استلام الحق المفترض أنتم موكلين المحامي لاسترداده والله تعالى أعلى وأعلم هنطلع دلوقتي للكتابنا كتاب قلوب عامرة ونذكر بالرواية رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل فإلى الكتاب وبعد الكتاب إن شاء الله نستكمل الرد على أسئلة حضرتكم كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يطلق القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع إحنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين وده بيجي من خلال إنه بيقرأ فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بيه القاعدة طفل معاك إنت ده لما بيتحببه في الأمر بيستجيب بسرعة جميلة لأن القرآن ميسر للذاكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين أهلا وسهلا بمشاهدين الكرام في كتابنا كتاب قلوب عامرة ومازلنا في تصحيح سورة النازعات في يلا نكمل الجزء اللي علي الدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا بَنَاهَا وَأَخْرَجَ بُحَاهَا وَأَغْقَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ بُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِئَنْعَامِكُمْ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ما بقى القلش النون وَلِأَنْعَامِكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ يلا أنوس أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها مش باب بناها بناها رفع سمكها فسواها وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاها يلا يسارة وَالْأَرْضَ بَعْدَ وَالْأَرْضَ بَا بَا معايا أنتوا قولوا ورايا ضَا 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 وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ أيوة وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاها أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَا الفترة الزمنية أربع حركات أخليهم شنة اتنين ونص ما هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هكذا أقرأها للصحابة صلى الله عليه وسلم وعليهم الرضوان وهكذا إلى أن وصل هذا العلم بالتوتر إليه تمام؟ أَخْرَجَ مِنَّا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ سبحان الخالق العظيم سبحان الخالق العظيم يلا يا أستاذ سادة أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ بُحَاهَا تاني وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ بُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا جميل يلا يا شروق بس هتقولي من أول والأرض عشان اسمع الضاد يا شروق وَالْأَرْضَ بَعْدَ أيوة أنا خليتك تبتديها عشان انت هتقلبيلي الضاد دال أنا عارفة من أخطائك الشهيرة ها وَالْأَرْضَ بَعْدَ لأ لأ دي دال أنا عايزة ضا 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 والأرض ضا والأرض بعد قولي كده معي ضا ضا أيوة هي دي إنما اللي فاتت دا أنا عايزة ضا ضا قولي ضا أيوة وَالْأَرْضَ بَعْدَ وَالْأَرْضَ أيوة بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم جميل يا شروق عبد الله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها وفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها آدم رفع سمكها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 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 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضحاها يَلَّا حَنِينُ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ سبحان الخالق العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينة ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين أهلا وسهلا بحضراتكم كان فيه سؤال من أخت كريمة بتقول زوجي متوفة من السنين والدفن في مكان في الأرياف وموصي إني أزوره دايما أخو جوزي نقلوا في تربة تانية للإصلاحات والتربة دي لأسرتنا بس أنا وهو والولاد ومتفقين على كده وحدث خلاف بيني وبين أخو جوزي وحصل قطيعة بيننا وعرفت إنه دفن واحد من العيلة في التربة من غير ما يرجع لنا والتربة دي تخصنا إحنا بس المهم السؤال في الفترة دي كل ما أنوي أزوره أنا وإيه الأولاد تتأجل ظروف يعني لحد فينا بتحصل له ظروف إحنا الحمد لله بنطلع صدقات وإبنه لسه عمل له عمرة هل في وزر علينا إن إحنا مش بنزوره لإنه موصينا بكده خصوصا إني كبرت في السن وما ينفعش أكون لوحدي هو يكون هل هو يكون الزوج يعني المتوفز علان إنه دفن معه حد من غير أسرته إحنا سألنا في دار الإفتاء إن إحنا ننقله في تربة تانية لوحد وقاله لا يجوز وألف شكر هجاوب السؤال ده من خلال نقاط برضو أول مسألة زيارة المقابر جائزة ومستحبة زي ما قلنا قبل كده بعموم التوجيه النبوي إيه العام الوارد في ذلك مع ضرورة طبعا الالتزام بأداب الزيارة من حيث إن أنا بزور عشان أعتبر مش بزور عشان أجدد الأحزان والأوجاع وروح نعيط ونصوت هناك لا الزيارة أساسة أنها زيارة من أجل للاعتبار والتعاظ أما بالنسبة للوصية من الإنسان قبل موته لأهله بأنه أنتوا لازم تزوروني دايما في القبر هي من الوصاية المستحبة للواجبة وينبغي تنفيذها على حسب استطاعة الإنسان ومقدرته فكل ما بتقدروا تروحوا وإذا حدثت ظروف منعتكم ما فيش أي مشكلة يعني ما فيش اسم لا اسم على من ترك تنفيذها لعذر ألم به النقطة التانية الأصل إنه بعد دفن الإنسان إنه ما يتنقلش من مكانه دا اللي الدفن فيه مدام له حق في الدفن في المكان دا أو في الموضع اللي الدفن فيه يعني دا مكانه دي حكته إنما النقل دا عشان يجي أنقل متوفى دا شيء كبير مش سهل فعشان يتم النقل من مكان لآخر بيكل ضرورة زي كما حدث من أخ الزوج دا اللي نقلوا عشان الإصلاحات اللي كانت في المقبرة لكن لا يجوز لكم نقلوا مرة أخرى تحت أي الدعوة غير معتبرة شرعا يا صاحبة السؤال لحرمة الميت مش لعبة كده نقلوا النهاردة من هنا لهنا ومن هنا لهنا لا إذا كانت هناك ضرورة داعية معتبرة شرعا إذا لم يوجد ولم توجد ضرورة معتبرة شرعا فلا يجوز نقله تحت أي مسمى أو بند أو تفسير الإنسان يحطه أو يجمل به نفسه لحرمة الميت لحرمة الميت وحرمة الإنسان وهو ميت أشد من وهو كمان حي لأنه بيبقى أمانة في إيد اللي إيه الناس اللي معاه أو الناس اللي بتتحكم فيه نقله أو وضعه أو تخسيله أو كل ما يتصل بيه الإنسان أثناء وفاته نقطة الثالثة المهمة إن المقبرة اللي نقل إليها الزوج لو كانت هي ملكة خالص لحضراتكم للأسرة بتاعتكم فما ينفعش أبدا ندفن حد فيها تاني كده من نفسنا إلا بعلموكم وموافقتكم لأن دي حاجتكم لأن هذا الشخص المدفون فيها يعني ما ينفعش أن أنا أقوم جايب حد كده من غير ما أرجع لكم وأستأذنكم أما بالنسبة بقى لفكرة ده أنا زوجي زعلان عشان جابه واحد غريب ده فنوه تم لهش أثر في عالم الأموات بقى لا بيزعل ولا بيحزن ولا نحو ذلك من جهة الزوج المتوفى يا صاحبة السؤال عشان تطمئني وتقري عينا مهم نصنع له من الخير ونهب له الثواب أو نهب له مثل ثواب ما نصنع من الخير ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام المغفرة والرحمة له وانتوا ما شاء الله يعني مستمرين في صنيع الخير ووهبه لزوج حضرتك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويغفر لجميع الأموات من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم آمين السؤال اللي معايا ده النهاردة احنا تسألناه على الهواء واحنا حبيتي بقى في حلقة الرد على الأسئلة عشان ياخد وقته لان وقت الهواء بيكون يعني ضيق فالسئلة كانت بيتسأل ما الفارق في بين القضاء المبرم والقضاء المعلق وكيف يعمل الدعاء فيهما هو ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما خلق الله القلم وقال له أكتب فالقلم قال لله وما أكتب يا رب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة فكل ما يحصل للإنسان هو مقدر عليه قبل ميلاده من الرزق بقى من الأجل بتاعه من يوم الميلاد بتاعه للأحداث اللي مرت عليه أثناء حياته على الأرض كل ده مكتوب ومن المقرر شرعا إن القضاء نوعان قضاء مبرم يعني هو ما قدره الله تعالى في الأزل وده ما يتغيرش لا يتغير أبدا قضاء مبرم وقضاء معلق إيه هو القضاء المعلق ده القضاء المبرم ده المكتوب في اللوحة المحفوظ القضاء المعلق هو اللي في الصحف اللي في يد أو في أيدي الملائكة الكرام فإنه يقال مثلا أكتبوا عمر فلان كذا إن لم يتصدق فهو كذا وإن تصدق فهو كذا يعني مكتوب في الصحيفة فلان ده عمره محمد ده عمره ستين سنة لو تصدق هيبقى عمره تمانين تسعين سنة أو يبقى عمره تمانين أو تسعين سنة ده مكتوب وده مكتوب إن تصدق ده اللي اسمه المعلق إيه القضاء المعلق يبقى يكتب ينسى له في أجل وفي علم الله وقدره الأزلي إن فلان ده حيتصدق أو لا يتصدق يعني الله يعلم جل جلاله بعلمه الأزلي القديم إن فلان إن محمد سيكون مثلا من أهل الصدق فعمره بقى تمانين لكن هو في علم الله هو تمانين لإن ربنا يعلم إن فلان ده هيكون من أهل هو من أهل الصدق ويبارك له في عمره عشان هو من أهل الصدق فالملائكة تلاقي تصدق فخلاص تعتمد لإيه التمانين كمان الدعاء فلان ده هيمر بابتلاءات شديدة جدا يعني هذا النوع من القدر أيضا مما ينفع فيه برضو الدعاء والصدق إن فلان ده هيمر بابتلاءات معينة وإنه برضو عمره ده معلق على الدعاء ومعلق على الصدقة أو حوادث معينة بيعيشها في الدنيا تبقى معلقة على الدعاء والصدقة في القضاء الإيه؟ في القضاء المعلق يعني فلانة دي مونة دي ماشية في الطريق حيبقى بلها امتحان معين مونة حتدعي ان ربنا ايه يلطف بها في البلاء فيكتب لها اللطفة في البلاء من هنا يعالج الدعاء القضاء القضاء الايه المعلق في القضاء المبرم في علم الله الازلي معلوم مونة هتعمل ايه اصلا معروف هي هتقال الله يعلم ما سيكون منها هي هتختار انها تدعي وتصبر وتسأل الله وتلح في الدعاء فيتخفف عنها ويحصل اللطف به سبب الدعاء فالملائكة عندها انها هتمر بالازمة الفلانية لو كانت من الذاكرين الداعين حيطلطف بها ما كانتش كده حيبقى خلافه نفس بقى القصة في كل شيء وعليه يكون برضو حتى فلان ده حيكون من اهل الصدقة والاعطاء وبيصر رحمه بتاع فيزاد له في عمر في القضاء الايه المعلق وعليه كنت تفسير الحديث صحيح اللي عن سيدنا انس ابن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يبسط عليه في رزقه شوفوا بقى الحديث ده من احب ان يبسط عليه في رزقه وان ينسأ له في اسره يعني يزاد له ويمد له في ايه في الاجل بتاعه عمره يطول فليصل رحمه اللي عايز رزقه يكتر واللي عايز عمره يطول النبي قال ايه فليصل رحمه فيكون ما في ايدي الملائكة من الصحائف ان فلن ده لأجلين لكن وفي علم الله معروف اجل ايه وانه سيصل رحمه فلن ده هيصل فيزاد له في اجل ويوسع له في رزقه وده المراد وهذا هو المراد بقوله تعالى لكل اجل كتاب يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وكذا بيفهم منه معنى الحديث الوارد في السنن لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر يعني الدعاء بيعالج بيدفع القضاء المعلق يبقى انا اللي متأخر بقى عن الدعاء وانه الانسان بيزاد في عمره اذا كان من اهل الخير فالقضاء المعلق هو ما في ايدي الملائك في صحاء في الملائك والمبرم هو السابت في علم الله تعالى وهو لا يتغير والدعاء لا يتغير به القضاء المبرم انما يتغير به القضاء المعلق حختم بمثال بسيط انا بمر بامتحان شديد يا اقبل الامتحان بعين الرضا والسبات وكسرة الذكر وسؤال الله العافية يا اما انا بقى اكون قلعا في عشتي زي ما الناس بتشوفها وتتأبى على القدر وازاي رب بتعمل فيها استغفر الله بعض الناس بتعمل كده فيا اما انا من اهل الرضا واما انا من اهل بقى حالة الصخط اللي بيكون فيها بعض الناس طيب انا في ازمة توجهت الى الله بالدعاء فتتحل الازمة بما فيه الخير للانسان وانا في ازمة ولم اتقبل الازمة دي ولم ادعو الله خلاص يكون للانسان ما قدره الله تعالى على قدر سعي ده سعى بحسن الظن في الله وبالدعاء وبالصدقات مثلا والاخر سعى لم يسعى بخير انما سعى بضجر وعدم رضا ففي صحائف اللي في ايد الملائكة ان فلان ده مونة دي احسنت بالدعاء فخفف عنها القضاء او بقى رفع عنها خالص ليه لانها سعت بالدعاء فما اقولش ازاي انه ده بيرد القضاء ايو بيرد القضاء المعلق يبقى سعي الانسان له اه وبعرف وبعدين علم الله بالفعل لا يعني اجبار الانسان عليه الله يعلم ازلا ان اللي حيكون من نادية واللي حيكون من مونة واللي حيكون من احمد واللي حيكون من محمد كل ده معلوم مكشوف لله تعالى فيه معلوم فيه ام الكتاب لكن سعي بقى الانسان دلوقتي انا الا علي ان انا اسعى ادعو اتصدق اصر رحمي اصنع الخيرات واكتهد في القيام بيها علم الله سبحانه وتعالى لما سيكون مني من فعل في الحياة في الرحلة بتاعتي الارضية دي لا يعني اجباري عليها انما ده ربنا سبحانه وتعالى يصر للعبد الطاعة ويصر للعبد المعصية ودلو الاختيار يتكون عبد طائع فتاخد تساب يتكون عبد عاصي فتعاقب انت بقى تكون راضي يما تكون جاحد ومشاك لا انا كنت راضي وخدت بالاسباب اللي تعني على اني ادفع هذا السوء ومن ضمن الاسباب الدعاء فيدفع عن الانسان السوء بالدعاء اللي كان فيه في مكنة اختيار انه يقدر يختار انه يدعو يكون من اهل الطاعة او انه يكون من اهل النكران فاحنا برضو يا سيدة الفاضلة بنختار دي اختيارتنا ان نكون من اهل الطاعة او ان نكون من اهل العصيان ونسأل الله تعالى ان نكون وإياكم من اهل الطاعة والرضوان ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى داعينا رجيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينا نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشف اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشف اللهم انصرهم بحق ليس لها من دون الله كاشف اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم